لنا أولا في هذا المنتصف صفحة للفن السابع فيرم السيرة الذاتية أوبنهايمر ينتصر في حرب الجوائز بعد أن انهزم في حرب شباك تذاكر فيلم كريستوفر نولان حصد أهم الجوائز في ليلة الأسكار في دورتها السادسة والتسعين بلال مرميد كان في المتابعة المنتظر لم يتوى شريط التونسية كوثر بنهنية بنات ألفا بأسكار أفضل وثائقي لأن الجائزان لها باستحقاق الوثائقي فانجو غامايوبول الذي يبقى أحسن مصور حول الحرب في أوكرانيا السياسة تحضر في الأوسكار؟ نعم تحضر في الأوسكار وفي كل المواعيد العالمية الكبرى لكن هناك أيضا السنعة وإتقان تنظيم حدث يتابعه مئات الملايين عبر أنحاء العالم في دوبيتياتر لم تحدث المفاجأة وأوبنهايمر المرشح الأبرز الذي حصد أزيد من مليار دولار في القاعات حصل على سبع من الجوائز أبرزها أسكار أفضل فيلم وأسكار أفضل إخراج للكبير جدا كريستوفر نولان الخاسر الأكبر ربما فيلم كيلوزوف دفلاو مون لمارتن سكوسيزي فيما حصلت إيما ستون على أسكار أفضل ممثلة وهو ما توقعه أغلب المتتبعين بالنظر للأداء المبهر في فيلم بوفوك خياتور ليوغوس لانتيموس كان من الطبيعي جدا في ليلة الأسكار أن يصوت الحكماء لكيلو موفي كأفضل ممثل لأنه لم يترك فرصة لبقية المتنفسين حين جسد دور الظالم والضحية وبيت أوبنهايما مخترع القنبلة الذرية سياسة نعم لكن الفرجة مضمونة والاحتفاء بالسينما يتم في أبهى أشكاله في ليلة الأسكار هو باختصار عام أوبنهايما في ليلة الأسكار